عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من مرنامجكم ميوزيك أند فود اليوم طلب جديد من عند الأخ عاديل باهي لكي يقول لنا أجمع لينا الحساب الله يحفظك وش ممكن نديروا مساحة للستوديو جوجميترو على جوجميترو أو ثلاثة مترو على ثلاثة مترو وش حال تكون تكلف ديالو ازولاتي بلس معدات باش نوجدوليه فلوس ها 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 اوكي بعديل بيسر سوف نجاوبك في هذه الحلقة وماشي غينتا لك انتا والجميع الناس اللي بغاوا يديروا استوديو في الدار عندهم ولكن قبل ما نبدو هات الحلقة خاصني ولا بتنفكركم باشتعفتو لي على واحد لايك واللي بقي ما بشارك معايا فانتلقانا اورك لي على سبسكرايب حيث التعب ديالكم هو القوة ديالي انا يعني القانا كتزيد تطلع وانا كتزيد نطلع معاكم ودابا ما تقالي اخي نبداليكم الحلقة تاع اليوم يالله معانا تكتشفوا وانا كتزيد نطلع معاكم موسيق 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 أولا، عندما تكون تتسجل، لا تأخذ الصناع من الخارج وهو تسالي الإزولات والتنمي من أسلسل الـ Absorber أو الـ Diffuser هم ديبانان يكونوا في الحيطة هم كنديروهم بشكل فريقانس اللي كيكونوا زايدين عدنا في البيت يشقمهم و يحبسهم أولا كيكون عندك الـ Reverb ولا لايكو دوك البونج حتى وما كيبلوكهم وما كيخليهم إرجعوا الميكرو عندك هادو هم الـ Absorber و الـ Diffuser عادكين الـ Bass Trap هاد الـ Bass Trap هم اللي كنديروهم في القناة ديال الحيوطة لأن الصوت عندك تدرب لا يبقى لك في القناة ويقود يرجع أو لا يبقى يدور لك في الشابر ديالك ما يجب أن الصوت يجب كله يبقى دائر عندك في البيت دعونا مع التخيط من الـ Isolation في التخيط من الـ Isolation هو ماتيريال خاص كيستعملوه وكنبنيو به Room in Room يعني بيت في بيت ولكن للاسف ما كينقش لك مئة في المئة من الصوت زعم يقدروا ما زال الناس يسمعوك شي شوية برا أو لنت تقم لي عباد الله من الزلقة واحدة شوية لماذا؟ حيث كينما كتعرفوا كيني ثلاثة الحويج اللي ما كينسوش طريق ديالهم أول حاجة الماء إذا كان عندك شي تقباء في الثقف ولا بدأ يدخل لك جوج إذا كان عندك شي تقباء في شرجم أو لشي بلاسة أدو ولا بدأ يدخل كذلك الموسيقى الموسيقى لك تعالش شقيقة صغيرة ولا أي حاجة عندك في البيت ولا بدأ غدا تسمع الموسيقى من برا والدق غدا يدخل عندك الموسيقى الداخل والدليل كما كتعرفوا للكلوب أو لبيانوبار أو لغيستوران هذو كلهم راهدين لهم يدخل لهم والأسف لا بدأ يدخل لهم ولا بدأ تسمع الموسيقى الخارج والدسكوتك التي يدخل لهم تحت الكاف والذي يدخل لهم الإزولات ولا بدأ تسمع بعض الموسيقى لذي يدخل لهم تحتاج لهم تحتاج لهم تحتاج لهم لا بدأ تكون كبيرة أو صغيرة لا يهب وليس المشكلة إذا كانت صغيرة بساف ستنقص عليك العرض والطول والعلو لأن المتاريال الذي تحتاجه بالإزولات ستضع لك 1-10 حتى 15 سنتيمتر والدسكت تحتاج لك لذي الإزولات المتاريال الأساسي أو السلعة الأساسية التي تحتاجها هم ثلاثة الحويج أول راي هم السكة التي تقولونها في العربية السكة يكون الحديد أو الألوميليوم معرفة لكي يصوبهم الثاني هو الاندغوش 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 الذي يكون في حال الصوفاء التي تكون داخل الشفاج ومتارها 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 هذه هي الاندغوش الثالث وهو البياترز البياترز هو القبص على شكل البانون في الاستعمال أول شيء يصبح راي هذه السكة في الحيوطة على شكل الكادر ويكون في العبار لاندغوش في العبار ما ألاست دون ما بين الحيت أو ذالك ثم التحقيق قد تشكل الاندغوش التي تحدث على شكل الاندغوش الذي تكون هم كما يصبح مقصر أو وهما غير الأمدغوش يقوم بالتغالية والآخر المنزل والمنزل من أحسن، أن يجعل البائع قهاز وأن يجعل البائع تزويت ولكن من سنبت أن يجعل البانضة والأغلبية لا يجعلها في المغرب غير أحد أحد يجعل لك مشاكير بالكثير وهو الترجم أو الباب هذا هو الحل الوحيد الذي يقدر تقع بك الخيار وهو تشري واحد الريدو يكون على شكل التوب ولكن يكون إيزولان يعني الماتاريال يساوب بها ويعمل بكثير يقوم بها في الشرجم ويقوم بها في الباب إذا أريد أن تشري الباب أو تشري الشرجم سيتقام عليك غالي بكثير سيتقام بها لا يوجد 3 ألف درهم حتى 5 ألف درهم والباب يكون فيه 100 إلى 100 كيلو لذلك يجب عليك تقادير ولكن يجب عليكم السلعة الخاصة والأتميرة التي تريد أن تتمكن على بعض كبيرة لكي يجمع عليها المال أول شيء بها 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 لأنهم لا يوجد شيئاً غير فوني يكون قليلاً رقيق على البيئة تخيز وإذا كانت تخيز البيئة تخيز يدير 30 درهم المتر كاري أو المتر المربع والبيئة فونيك يدير 60 درهم يعني الدوبل الراي هذه السكة يدير 40 درهم المتر كاري المتر المربع والاندوغوش يدير 60 درهم والرولو يدير 30 درهم ويجبك ومتر المتر مربع لذلك يجب أن يكون هذا العمل كله يعني المتر المربع هذا كل شيء تحسب 11 درهم لمتر كاري أو لمتر مربع وفي الحقيقة كان نصحك أبا عديل ولجميع المتبعين للقناة واللي مهتم بهذا الموضوع من أحسن تجيبه معلم لماذا؟ أول حاجة المعلم كيكون عنده الماتريال يعني كيكون عنده البنز كيكون عنده البنز باش كيتقبوه كيستقبوه كيستقبوه ويدخل فيها ماتري الماتريات تقبوه ويدخل في الحديد الأخرى ويدخل فيها ماتري ويدخل في الحديد ويستقبوه ويستقبوه لذلك لا يوجد لك المحل يتطلب لك ما بين 60 إلى 80 درهم ماتري المترجم وإن لديك كبير ولا يوجد تكون ما بينك تحدث كيف تحضر على المسلم وماتري 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 أعزائي وحبيبي حبيباتي هذه الحلقة كانت متاهي وكانت منق لشوفكم حلقة القادمة إن شاء الله